فقد دعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية للتحادية ومسؤولي إقليم كردستان العراق إلى الحوار باعتباره الخيار الأفضل لنزع فتيل التوتر بينهما وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في تأكيد للموقف الأمريكي المعلن أن واشنطن تدعم وحدة العراق لكن هل ما يزال الطريق مفتوحا أمام مثل هذا الحوار الذي تدعو إليه الولايات المتحدة ودول أخرى أم أن الأمور وصلت إلى حائط مسدود وبات الخيار العسكري هو الحل الوحيد لحصم الخلافات بين بغداد وأربيل وكيف ستأول الأوضاع في ضوء المجريات العسكرية والسياسية الراهنة وهل يمكن أن تحدث انشقاقات في الصف الكردي لسيما مع اتهامات وجهتها قيادة الإقليم للحزب الكردستاني بالخيانة وكيف يمكن أن ينعكس كل ذلك على الوضع في العراق للإجابة عن كل هذه التساؤلات وتساؤلات أخرى معنا من عمان نائب رئيس الجمهورية العراقي الدكتور إياد علاوي دكتور علاوي مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار لا شك تابعت معنا كما تابع الكثيرون من العراقيين ومن خارج العراق ما جرى في إقليم كردستان في كاركوك تحديدا ليلة أمس واليوم بداية تعليق سريع على هذا التقدم السريع للقوات العراقية والذي لم يقابله أي مقاومة تذكر من قبل البشمرقة كيف نفسر هذه المسألة دكتور إياد والله يبدو لي قرار تسليم المناطق المختلف عليها هو قرار تخذ من قبل البشمرقة في كاركوك وأعتقد هذا هو سبب وما استعملت القوة إلى حد الآن ونأمل أن لا تستعمل القوة لأن الصراع العسكري وحسب الأمور عسكريا لا يصلح وليس بمقدور أحد أن يحق انتصارا عسكريا ناجزا على الآخر في هذه المرحلة وأن الحوار هو الأساس في معالجة الأمور إذا أنت تعتقد أن كان هناك ضوء أخضر من الولايات المتحدة بشكل أساسي أنا لا أعرف إذا كان ضوء أخضر أو أصفر من الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد أن هذه هي قضية عراقية وللأسف أقحمت بها دول كثيرة منها دول جوار العراق وإقحامها بهذا الشكل يسيء إلى العراق كثيرا وكان يفترض أن هذا الموضوع يعالج من إشباط الماضي عندما طرح الأخ مسعود مسألة الاستفتاء فكرة الاستفتاء لم يقدم أي أحد على مناقشة مسعود البرزاني أو قيادة تقريب كردستان على هذا الأمر من إشباط الماضي يعني من قبل تقريبا تسعة شهر ولا قوى دولية ولا القوى المتحالفة مع العراق في مقاومة داعش والتي كانت مقراتها الرئيسية وعملياتها من أربيل تنطلق ضد داعش في نينوى لهذا بصراحة الموضوع غريب أنه هذا تسعة شهر لم يعالج الموضوع ولم يحتوى أساسا عندما بدأ أو طرح في البداية في شهر شباط الماضي هذا كان نحن عدنا مثل بالطب يقول لك الوقاية خير من العلاج يعني كان يجب أن تتخذ إجراءات حين ذاك لإنجاز وبحث مع الأخ مسعود لماذا طرح موضوع الاستفتاء وكيف يحل هذا الأمر في مجال واضح هو سقف الدستور وفي وحدة العراق وسلامة أراضية بالكامل ويكون عراقا ديمقراطيا اتحاديا هذا هو المتفق عليه وهذا هو ما موجود بالدستور العراقي برأيك هل كان هناك تسرع الآن في الإعلان عن مسألة الاستفتاء أعتقد كان هناك تسرع أنا تكلمت مع الأخ مسعود قبيل الاستفتاء وبعد الاستفتاء وطرحت مبادرة واضحة فيما يجب أن يحصل في العراق في قضية الاستفتاء بعدما هذا كان يوم الاستفتاء وأجابني الأخ مسعود برسالة ممتازة وإيجابية وبها الحقيقة نوع من التراجع عندما قال لي بالرسالة أنه غير مستعد لأن يقدم فورا على اتخاذ إجراءات آنية وأنه ما يترك للحوار مجالا واسعا يتجاوز سنتين العامين يعني عمليا جمد نتائج الاستفتاء والاستفتاء فكان يفترض أنه أنا اكتبت رسالة إلى رئيس الأخ رئيس الوزراء ورسالة إلى أمين عامل أمم المتحدة واتصالت بالأخ مسعود واطلبت أنه الحوار هو الأساس ويكون سقف الحوار الدستور ووحدة العراق ووحدة العراق كما اتفقنا على أن يكون العراق بلدا موحدا يعني لكن للأسف يعني برغم من استجابة الأخ مسعود عدت مرات لهذا المطلب وفعلا صرح وصدرت قرارات وبلاغات من التحالف الكردستاني لكن لم يعطى الحوار فرصة بالرغم من أنه حتى أمانة جانعة الدول العربية الأمين العام التصلبية وقال هذه مبادرة جيدة جدا وأيضا جواب مسعود برزاني جيد جدا وينبغي أنه فأطلبه يعني معالجة الأمر بالروية وبالحكمة وبالعقل وبالحوار والآخر الآن صار ما صار نأمل أنه نأمل أنه ما يتطور الموضوع إلى قاتل ومقتول وإسالة دماء لأن هذا لن يحل المشكلة وأنما سيعقدها أكثر ما هي معقدة الأوضاع الآن في العراق سأود لأسألك نعمل أن يلجؤون إلى الحوار سأود لأسألك دكتور علاوي على كيف ترى المشهد في الفترة القادمة ولكن أنت كنت كما أشرت أحد الشخصيات الرئيسية التي زارت الإقليم إضافة إلى شخصيات أخرى وتقدمت بمبادرة كما تفضلت واضح أن الرئيس برزاني وربما مسؤولين آخرين في الإقليم كانوا يعولون على أشياء أخرى على الرغم من كل الانتقادات للاستفتاء داخليا في العراق من قبل الحكومة ووجهات أخرى إقليميا من قبل دول جارة كثيرة وعلى المستوى الدولي من قبل الولايات المتحدة من قبل الأمم المتحدة كانت أيضا تعارض الاستفتاء على ماذا برأيك كان يعول الرئيس برزاني في تصميمه على المضي قدما في إجراء هذا الاستفتاء أنا أعتقد الأخ مسعود البرزاني رئيس قليم كردستان بلغ به الأمر في نهاية المطاف إلى اعتبار أن لا توجد هناك شراكة في إدارة الأوضاع في العراق واعتبر أن العملية السياسية أصبحت عملية مهزوزة وغير واضحة بالإضافة إلى الخلافات بين أربيل وبغداد التي صار لها على الأقل سنتين ثلاثة أو أربعة أسنين تتصاعد هذا أعتقد الدفع بدون أن يلجأ إلى دول أخرى أو إلى حسابات أخرى وأعلن الاستفتاء ومن أعلن الاستفتاء أنا حاولت أثني عن هذا الموضوع وآخرين حاولوا أثنون لكن ما استجاب وأنا قلت أن هذا الاستفتاء في غير وقته وفي غير ظروفه غلط أن يحصل لهذا الاستفتاء المهم بعدها تراجع مسعود وابعث لي رسالة واتصل بآخرين وكان له مواقف واضحة في أنه قد تراجع عن هذا الأمر وعدي رسالته موجودة عديا وابعثت منها صورة إلى الأخ رئيس الوزراء وإلى أمين عام جمع الدول العربية وأيضا إلى أمين عام الأمم المتحدة أحنا كنا مقررين أننا كنا في المعارضة معارضة نظام صدام أن نحل مشاكلنا بالحوار وليس بالقوة المسلحة ولا باستعمال القوة المسلحة لكن للأسف ما حصل في العراق الآن هو تدخلات خارجية واضحة في المساس بسيادة العراق وكرامته وكان يفترض أن يحل هذا الإشكال عراقيا ووطنيا من خلال حوار صادق وهادف لكن هذا لم يحصل وإنما حصل تدخل بحسب ما نقل لمسعودا أنا اليوم كلمت تدخلات أقليمية ضارة بالوضع العراقي يعني تعكس وضعا غير سليما يعني من خلال التدخلات خاصة حسب ما ذكر للأقبة سعود وآخرين من القادة الكرد من غير من الذين ليسوا مع الأقبة سعود البرزاني أنه هناك تدخل إيراني جدا واضح في الأمر العراقي أمر كردستان الآن هذه نقطة مهمة دكتور إياد يعني البعض قال اليوم من بعض التيارات الكردية بأن إيران لعبت دورا أساسيا في هذه التحركات العسكرية الحجد الشعبي كان له دور ولكن الحجد الشعبي كما نعلم أصبح جزء من المؤسسة العسكرية الرسمية ولكن البعض أشار أيضا إلى الحرس الثوري وأشار أيضا بالتحديد إلى الجنرال سليماني قاسم سليماني كان موجود في الإقليم وربما شخصيات أخرى هل برأيك بحسب المعلومات المتوفرة لديك أن إيران بالفعل لعبت دورا أساسيا في هذه التحركات الميدانية أنا وراح أكشف الحقيقة أمرهام كلمني أمس ابن المرحوم جلال الطلباني الأخ قباد طلباني اللي هو عضو في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني كلمني مساء أمس بالتليفون من كردستان وأخبرني أن هناك ضغوط كثيرة على الاتحاد الوطني الكردستاني لفك الارتباط بالديمقراطي الكردستاني يعني بحزب مسعود البرزاني فأسألت أنا قلت له موقف الاتحاد قال لي موقف الاتحاد بلغنا الطرف الإيراني كان الضغوط عالية جدا بلغنا الطرف الإيراني أنه إحنا سنقاتل مع مسعود أن قاتل وسنفاوض مع مسعود أن نفاوض ولا نقبل بانقسام الوضع الكردي لأن إحنا الآن في عراق موحد الديمقراطي اتحادي إلى آخرية وأحنا نريد أن نلجأ إلى الحوار مع الحكومة العراقية وننهي هذا الموضوع وصدرنا قرارات في مسألة تأجيل تأجيل تنفيذ الاستفتاء إلى سنتين ثلاثة وتقريبا لغة الحوار مع بغداد هذا اللي قال لي البارحة اللي هو ممن حزب مسعود برزاني هو من المرحوم جلال طلباني قبال الطلباني فكان واضح من حديثه أنه هناك تدخل إيراني واضح في القضية الكردية وكذلك الأخ مسعود البرزاني كلمني أمس مسائل أمس بالليل وقال الحشود يقودها جنرال بالجيش الإيراني اسمه سلعيماني في جنوب كركوك وقلت لهم تأكدين من هالكلام قاعد عدنا صور أيضا نحن صور أنه هذا موجود في جنوب هذا ليس صحيح هذا ليس سليم للعراق الكلام ولا سليم للإيران أيضا يعني إيران يفترض أن لا تدخل بهذا الشكل لأنها بعدين تعرض نفسها إلى مشاكل كثيرة خاصة الآن وضعها العالمي والدولي ووجهة نظر العالم لإيران ليس سليم لهذا أنا أعتقد أنه أكو خطأ كبير وخطأ مخيف أيضا هو بتحويل القضية العراقية إلى قضية أقليمية وقضية دولية وأصبح الدول العالم تتدخل بهذه الطريقة كان يجب أن تحل هذه القضية عراقيا ووفق القناعات والحوارات العراقية وأنا من دعيت لهذه المسألة ولازال مؤمن بأن الطريق لم ينسد إلى حد الآن علينا أن نسعى بشكل جاد إلى حوار عراقي وطني وحوار ثنائي بين بغداد وأربيل لتصفية هذه الأزمة دكتور إياد دعني أصطوضح هذه النقطة لأنها نقطة في غاية الأهمية أنت سمعت من الرئيس برزاني بشكل شخصي مباشرة بأن هناك تدخل إيراني فيما يتعلق بهذه الحشول نعم أنا خبرني الأمس خبرني الأخ مسعود هو تلفن لي في خضم الأزمة تلفن لي إلى عمان وقال لي أنا أرد خبرك أنه هناك نفوذ ووجود إيراني وفلان الفلاني موجود في جنوب كركوك قلت لما تأكد من الكلام قال حتى عندنا صور في هذا الأمر يعني الصور هذا مع التليفونات فيديو يعني مع التليفون وبعد ما أكلمني لأخ مسعود أكلمني لأخ قباد الطلباني اللي هو يعني بالحزب الثاني يعني ابن جلال الطلباني وبقيادة الاتحاد الوطني وقال مارسة إيران ضغوط كبيرة علينا على الاتحاد الوطني الكردستاني للانشقاق عن مسعود البرزاني والانشقاق عن الديمقراطة الكردستاني فارفضنا هذا الموضوع بشكل واضح وبلغنا بلغنا الجانب الإيراني أنه نحن لن نترك ونحن الآن موحدين ونحن نريد حلا عراقيا وطنيا من خلال حوار بين بغداد وأربيل ونحن لن نترك مسعود البرزاني على الأطلاق هذا كان ما خبرني به القبال فما أجد الكلام فقط من مسعود البرزاني أجد أيضا من القبال الطلباني وكان عندي من كلموني كان عندي أخوان عزاء عراقيين موجودين سمعوا الكلام بوضوح طيب دكتور علاوي في الدقيقة المتبقية أنت تقول لم يسد الطريق بعد كيف تتوقع أن تنتهي هذه المسألة والله أنا يعني من خلال قناتكم الكريمة وأنتوا ناس يعني معروفة مواقفكم وتاريخكم أنا أشهد أنه الطرفين الكردي والعراقي بعدم التصعيد الموقف عسكريا ثانيا بالاهتمام بالمدنيين والاهتمام بالخدمات وبأمن المدنيين وثالثا اللجوء إلى الحوار لنصفة الأزمة وأنا أعتقد هذا في متسع ومجال وأنا أعتقد كثير من القادة المنطقة العرب خاصة هم يعطون هذا الأمر أولوية في معالجة ومساعدة العراق في الخلاص من هذه المأزق من دون أن يكونوا طرفا مع هذه الجهة أو تلك الجهة لكن المهم أنا أعتقد هذا الأمر يجب أن يبقى محصور بالعراق ويجب أن لا تدخل وأنا بالمبادرة التي أطلقتها يوم خمسة وعشرين عشرة هو أن حذرت كل دول الجوار والدول الأقليمية أن لا تتضخل بالشأن العراقي وأن يترك هذا الأمر لقرار العراقيين أنفسهم وناشدت الحكومة العراقية وناشدت الأكبر سعود البرزاني أن يلجأوا للحوار المباشر الثنائي وبعدين وبشكل متوازي حوار وطني عراقي لإخراج العملية السياسية من النفق المظلم الذي دخلت فيه العملية السياسية شكرا جزيلا لك الدكتور إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية العراقي كان معنا مباشرة من عمان شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك